تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه فخامة المستشار عدل منصور رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة تتضمن دعوة جلالة الملك المفدى لحضور حفل تنصيب رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة الجديدة وقد سلم رسالة إلى جلالته سعدت أسيد عصام صالح عواد السفير المصري لدى مملكة البحرين خلال استقبال جلالة الملك المفدى له في قصر السفرية هذا اليوم وقد أرب العاهل المفدى عن اعتزازه بعمق ومتانة العلاقات البحرينية المصرية وبالمستوى المتطور الذي وصل إليه التعاون المشترك في المجالات المختلفة مؤكدا حرص المملكة على الارتقاء بهذه العلاقات تحقيقا لكل ما فيه خير البلدين ومصلحة شعبيهم الشقيقين وهنأ جلالته بهذه المناسبة جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وشعبا بنجاح الانتخابات الرئاسية والتي هي مناسبة عزيزة واستحقاق وطني كبير عكس ما يتمتع به الشعب المصري الشقيق من وعي ومسهولية وطنية مؤكدا جلالته أن جمهورية مصر العربية الشقيقة تسير على الطريق الصحيح للاستقرار والتنمية ولمواصلة دورها الريادي العربي والعالمي لكل ما فيه خير ومصلحة الأمة العربية متمنيا لمصر وشعبها كل الخير والازدهار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا